الشارع يرمي بفاطمة حمزة في السجن بتهمة الأمومة لبناني يقتل زوجته وابنه في فلوريدا وما معرفش بني داري بنتي عم تتقوص وعم تبوت وقبل الشاب الحلو نصر الله يمدح عون وفرنجية ويفوض بالري المعنى بالتفاوض حول الحقائق وتشكيل حكومة بالنيابة عن حركة أمل وعن حزب الله سويا هو دولة رئيس الأستاذ مليك في استشارات التأليف جملات يطلبوا الحد الأدنى وفرنجية لعون إذا هو بيحب هو يستدعي واليوم صار رئيس جمهورية إذا هو بيحب نحن مستعدين إذا ما بيحب هو مشكلته مشكلة صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد قبل أن تشكلوا حكومتكم وحتى لا يفتتح عهدكم بظلم الناس انظروا قليلا خارج نوافذكم السياسية واستشيروا الشارع المحكومة بقوانين عفنة بالية لفظها العثمانيون وما زلنا نحتفظ بغبارها فاطمة حمزة أم المعارك اليوم المرأة التي دفعت فاتورة عاطفتها وأمومتها أرديت سجينة بتهمة الأمومة الزائدة والحضانة التي أرادتها حضنا لطفل الأعوام الثلاثة فعلى زمن تنازع الوزارات والبحث عن حكومة تمثل شرائح المجتمع ما زال المجتمع نفسه يشكو أنظمة تقيد أبنائه وتعنف نساءه تارة عبر ضربة الزوج القاتلة وطورا عبر ذكر احتمى بشرعه فتعظمت قدراته على الظلم فهو مدعم بمحاكمة شرعية وسلطة قضائية تمنحه حق الاستئثار وتنزع من المرأة روحها هذا واقع المحاكم الدينية في لبنان الرافضة إجراء تعديلات على قوانين ونصوص سطرها التركي المحتل قبل أربعمائة عام وتحت هذا الواقع تندرج سلطة المحكمة الجعفرية التي إذا ما قرعنا أبوابها سنعثر كما في الوزرات على مغارة علي بابا والأربعين حرامي لكن تميزهم العنامات وخلف أبواب المحاكم الشرعية فاطمات يؤثرنا وتنتهك حقوقهن لأن الدين يطبق بورق بارد بلا نص عادل وبلا قلب وليكتمل هدر الحقوق تأتي السلطة القضائية لتنفذ الأحكام الدينية الجائرة بالأمس سجنت فاطمة وقبلها عنفت نسوة مرتين مرة بالقتل على يد الزوج وأخرى بالأحكام المخففة في حق القاتل وإذا ما أضيفت هذه الجرائم إلى حرمان المرأة أعطاءها أولادها حق الجنسية نصبح أمام مجزرة حقوق منتقصة وضائعة لا شرع ينصفها ولا دين ولا دنيا وقبل البحث عن وزارة لحقوق المرأة أو استعطاف كوتا نسائية تشبه التسول السياسي أعيدوا إلى المرأة حقها في حضانة أطفالها وامنحوها بعضا من الوجود والهوية لأبنائها وعدلوا النصوص الجافة والقاتلة وراقبوا محاكم شرعية تسرب إليها الفساد كحال معظم إدارات الدولة هذه بعض من استشارات الناس الملزمة واسألوا السيدات أولا أما في الاستشارات السياسية فهي لا تتعدى الفولكلور غير النظم للحكومات وفي يومها الأول أفضت الاستشارات إلى مطالب لا تتسع لها حكومة حتى ولو جاءت ثلاثينية وحيالها فأن الأمينة العام لحزب الله كلف الرئيس نبي بري تفاوض باسمه وعنه تحصيلا لمواقع الثنائي الشعي نصر الله عظم أجرى رئيس المجلس ومسعاه ورفع الجنرال الرئيس إلى مرتبة الجبل وعطى سليمان فرنجي جائزة طردية متضمنة مديحا للمخلصين وعبارات تكفيه ليكون رئيسا للآخرة مزودا بحور عين بعد نورها إذن فاطمة حمزة تسجن لأنها رفضت التخلي عن ابنها ودعوة عامة إلى الاعتصام اليوم فاطمة حمزة أم مضى يومان على احتجازها في مغفر الغبير والسبب عدم تنفيذها حكم المحكمة الجعفرية القاضي بالتخلي لزوجها عن حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات علما أن فاطمة ليست مطلقة وأن لزوجها طفلا من زوجته الثانية فادي حمزة شقيقة فاطمة ومحاميتها تؤكد ضرورة تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام الشيخ جعفر الكوثراني يشرح الحكم الذي أصدره في حق فاطمة في اتصال خاص مع الجديد سمحت الشيخ حضرتك ضميرك مرتاح تجاه هذا الحكم؟ بالنسبة لك حكم شرعي وفق لأني صلاحيات يعني يمكن أني نفسيا عند بعض خطانة بس بما أنه نحن كرجال قانون وقضاء وشرع نحكم وفق المبادئ الشرعية والقانوني اللي بين أيدينا وما طلق وليا بدي يشبر هذا الحكم؟ يعني لحي رد هذا النقطة أنه إذا اخترق الزوجات يعني الأبوان بسسخن أو طلاق أو شقاق يعني خلاف يعني كل واحد عاش لحالف يعني هذا حكم الأولي قبله حق الحضانة قبل ما تصدروا الأرار الأول ليما شفتوا إذا البي مؤهل أو لا؟ يعني طرف آخر بشيها المسألة وهذه السيرة بدعوة اسمها تانية اسمها إثقاط حضانة الشيخ أحمد طالب من جهته طلب رفع سن الحضانة بالنسبة لموضوع الحكم حينما بده الواحد ياخد حكم قضائي مثل هذا الحكم بيوصل امرأة أم إلى السجن ما بيصير أنه بعد ذلك يقول أنه والله وصلتنا معلومات أن الأب مش كفء أو أنه ما بيستحق أن يكون هو بيده الحضانة هذه الأمور لما فيها طفولة وفيها مصلح الطفل المفروض أن تأخذ الأمور بكل تفاصيلها بكل دقائقها وأن يتمهل حتى الإنسان يعطي حكم ما بيصير أن نتجرد عن البعد الإنساني البعد الأمومي ونعتبر أن الأم هي عبارة عن قطعة بلاستيك وهي عليها أن تلتزم بالأمر وتنفذه من دون أن يكون عندها أي ردات فعل لن نريد أن نعتبر أن القانون دائما هو الذي عليه أن يحكمنا هناك روحية قانون وهناك مفاهيم إنسانية ودينية عامة يجب أن تأخذ بعين الأتبار حينما نريد أن نقدم على خطوة مثل هذه الخطوة وتضامنا مع قضية فاطمة دعت مجموعة حماية المرأة اللبنانية إلى اعتصام أمام المجلس الشيعي الأعلى على طريق المطار يوم السبت للمطالبة برفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية وعدم حرمان فاطمة من ابنها بدنا نتوجه لنائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلين بدنا نتوجه له لازم يعيد نظر بهذا الموضوع لأنه الرادي نحن حكيناه من ثلاثة سنين كتير استخف بالموضوع وكتير أبداً ما كان فيه تجاوب اللي عم بتعانيه فاطمة اليوم هو شي أنا عنايته من أربع سنين بالنسبة لإلي فاطمة اليوم هي صوت كل مرة فينا عن حرمت من حضانة ابنها صوت كل مرة فينا قاعدة بالبيت ساكتي عن حقها بس لأنه عم تتهدد بولادها عم تتهدد من حرمانة لولادها لأنه هيدا الحرمانة عم بيستند على نصوص أنونية على نصوص شرعية بلا حجاج أنت طفلي اليوم وغداً ودائماً لن أهتم إذا كنت تبلغ من العمر يوماً أو خمسين عاماً سأدافع عنك وأحميك مدمت قادرة على التنفس بهذه الكلمات خاطبت فاطمة ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي التي حولت اليوم قضية فاطمة إلى قضية رأي عام يرفض الظلمة ولو كان مشرعاً ليالبو موسى قناة الجديد لبناني يقتل زوجته وابنه البكر في فلوريدا الأمريكية والجديد تلتقي أهل الضحية إحساسها بأن مكروها أصاب ابنتها باسم الصيادي أتى في مكانه إذ تأكد لها أنها ليست بخير حينما بعثت برسالة إلى ابنتها فجراً تخبرها بقلقها لكن بسومة كما يحلو لوالدتها أن تناديها لم تجب السيد قلبي عم يشاهل نار ومشيت بالحرق لهم يا جيران يا عالم قلبي على بلطة وما معرفش بني داري بنتي عم تتقوص وعم تموت وقبل الشاب الحلو تقوصوا يا ماما لا يخليكم يا ماما يا ماما لا يخليكم كرمال الله بسيبة بسيبة صعبة ورحمة لأوز بنته الصغر الحلوان هو كثير ظالم وقوي بس هي سيكتة كرمال بولادها بتقول ما بدي شمت تولادي باسم ابنة 43 عاماً والأم لستة أولاد متأهلة من المدعو فاضل جبادو وتعيش معه هي وأولادهما في فلوريدا الأمريكية أنهت حياتها رصاصة أطلقها زوجها نحوها لدى عودتها إلى المنزل بعدما أفرغ رصاصة في جسد أحمد ابنه البكر البالغ من العمر 24 عاماً في أثناء نومه أودت بحياته أيضاً ليتوجه بعد ذلك إلى مدرسة طفلتيه بغية قتلهما أيضاً لكن الشرطة الأمريكية أحبطت مخططة رجع راح أوص المحامي رجع رايح بده يكفي على أولاده بقلب المدارس هناك البوليس لما أوص المحامي أول شيء إنما كانوا منتبهين شو صاير لما أوص المحامي عرفوا أنه فيه شي عما يصير من نمرت سيارته قدروا يعرفوا اسمه إجوا على بيته لقوا الجسس رجع البوليس هونيكا راحوا على المدارس منعوا الشيء أنه يكفي لأنه كان هو لاطل أولاده أأساس أنه مفتكر حوله أنه هو مؤمن أنه هو مسلم أنه الإسلام بيقوله أنه ممنوع تقتل نفسك بس هو نسي أنه الإسلام بيمنع أنه يقتل أولاده ويمنع أنه يقتل مرته ويمنع أنه أي نفس لا أحد نفهمني شيء لا أحد نعارب شيء لماذا هو أفعل هذا؟ هي ضحية أخرى دوين اسمها في سجل العنف المنزلي الذي تخطى الحدود اللبنانية إلى أمريكا حيث يقبع الآن مرتكب الجريمة في حقها مصابا برصاص الشرطة أما والدة الضحية فكل ما تتمناه هو أن يبقى قاتل ابنتها على قيد الحياة كي ينال عقابه في الدنيا والآخرة جوال الحج موسى قناة الجديد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يبدأ استشاراته النيابية قسوق العرض والطلب تحول مجلس النواف يوم الأول من الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة العتيدة وإن كان قطار التفاؤل والنيات الحسنة قد انطلق مع الانتخابات الرئاسية وتكليف الرئيس الحريري للحكومة الجديدة فإن أراء رؤساء الحكومات السابقين عدت نصائح للرئيس الجديد في شكل عام يمكنني أن أقول أن الأجواء في البلد بالشكل عام متفائلة ومرتاحة وإيجابية وعندما دخلت إلى اللقاء مع الرئيس الحريري لم أجد أجواء مختلفة عن ذلك أنا من حيث المبدأ مش عم بيحكي عن أي وزارة عم بيحكي على كل الوزارات أن يكون القاعدة هي المداورة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري طالب بدوره أن تكون الحكومة منسجمة وأن لا تضم ثلثة ضامن أو المعطل فيما انعكس الانفتاح العوني على التأليف أيضا الحقائب طبعا نحن نتمنى أن يتم توزيع هذه الحقائب كمان بالمعايير الديمقراطية لسيما يعني طرحنا مسألة المداور طبعا هذا الأمر خاضع لزروف التأليف القوات اللبنانية من ناحياتها رسمت خريطة شبه مكتملة للحكومة الشديدة نحن طالبنا بأن تكون حكومة من 24 وزير البيانة الوزارة فليعتمد خطاب القسط الولايات اللبنانية طالبت أولا بأن يكون عندها وزارة سيادية اثنين أن يكون عندها وزارة من وزارات الخدمات الأساسية مثل وزارة الأشغال العامة مثلا ثلاثة يكون عندها وزارة من الوزارات التي يعتبرها متوسطة الكتائب بدورها وعلى لسان رئيسها النائب سامي الجميل نقل عن الحرير تمانية ومشاركة الحزب في الحكومة أما رئيس طيار المردة الوزير السابق سامين فرنجي فأوضح رأيه في الحكومة وأسباب عدم مشاركته في استشارات التكليف في بعبدة نحن طلبنا أن يكون لدى كتلتنا أو تمثل كتلتنا بحقيبة تكون أساسية بهذا الموضوع نحن إذا عرض علينا شيء منيح من نقبل إذا ما عجبنا نحن كمان أمنا متمسكين بأي وزارة نحن منظر لأننا انتخابات بعد سبعة شهور حد هلأ مصار في مصارحة بيننا وبين فخامة الرئيس بس يصير في جلسة مصارحة على كل الفترة يلي ما رأيت بتصور بتجعل أمور يمكن طبيعية إذا هو بيحب هو يستدعي واليوم صار رئيس جمهورية إذا هو بيحب نحن مستعدين إذا ما بيحب هو مشكلته مش مشكلة وبعد لقاء الحريري أكد رئيس اللقاء الديمقراطية النائب والجملات أنها فرصة إيجابية جدا للبنان من أجل أن نكمل المشوار اللقاء الديمقراطي تقدم بالحد الأدنى من المطالب لكن المهم لدينا سرعة التشكيل مصادر الجديد رجحت البقاء على التقسيم الحالي للوزرات الأربع المسمات سيادية مع طلب الرئيس نبيه بره إلى الرئيس الحريري ابقاء وزارة المال من حصة حركة أمل وبحسب المصادر فهناك توجه إلى إطفاء العنصر النسائي على هذه الحكومة واستحداث وزارة تعنى بحقوق المرأة انتهى اليوم الأول من المشاورات في انتظار لقاء حزب الله الرئيس المكلف السبت للتباحث في شكل الحكومة المنتظرة في لقاء هو الأول بين الطرفين منذ سنوات رشال كرم قناة الجديد وفي سياق استشارات التأليف أثادت صحيفة الأخبار بأن الرئيس نبيه بره حذر الحريري من وجود مخطط لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يسعى إلى إبعاد حزب الكتائب وطيار المرد عن الحكومة لكي يحتكر القوات التمثيل المسيحي غير المرتبط برئيس الجمهورية ووفق الصحيفة فأن بره نصح الحريري بالسعي إلى توزير كتائبيين وممثلين عن تيار المرد واعدا بالسعي إلى تذليل أي عقبات في هذا الصدد تفاهم حزب الله وحركة أمل في السراء والضراء يشاركان معا أو يعارضان معا عندما يفاوض حزب الله إلى الرئيس نبيه بر التنسيق حول العهد الجديد فهذا يعني التفاوض في الحقائب وعدد الوزارات وتوزير الحلفاء وقرار التزام حزب الله موقف الرئيس بر يعني أنه يلتزم المشاركة في الحكومة أو المقاطعة تماهيا مع قرار رئيس حركة أمل وبحسب ما أكدته مصادر حزب الله فإن المقاطعة كانت واردة قبل التكليف إنما بعده يتوقف ذلك على تعاون العهد الجديد مع التفاهم الشيعي ومطالبه ما بين حركة أمل وحزب الله التفاهم قائم على كافة الأمور فيما يتعلق بالعهد بشكل عام بآلية الحكم وبالتفاصيل لا يوجد أي نقطة خلاف ما بيننا ومعنا الأخوة في حزب الله الأمور تسير بشكل طبيعي الآن نقشنا شكل الحكومي وعدد وزرائها والأفكار المطروحة وسيتابع هذا الموضوع لا أتخيل أن حزب الله هو في حالة مقاطعة لعهد بالعكس حزب الله هو داعم لعهد الرئيس مشارعون كان له الفضل الأكبر في هذا الوصول وحكما هو سيكون شريك أساسي في هذا العهد وداعم له وداعم في إنجاحه موعد كتلة الوفاء للمقاومة مع الرئيس المكلف سعد الحريري وفق مصادر الكتلة سيقتصر على العموميات وتأكيد أن موضوع التشاور والمفاوضات في يد الرئيس بري من دون التطرق إلى التشكيلة الحكومية وبحسب مصادر الحزب والحركة فإن توزير الحلفاء وتحديداً الوزير سليمان فرنجي سيضمنه الرئيس بري من خلال حقوقه في التمثيل الوزاري حتى الوزير الفرنجي ما بيستفزنا بالآخر صار في مرحلة التنافس صار فيها محطات ما كانت كتير حلوة ولكن اليوم الرئاسة والتنافس حولها صار ورانا في مرحلة جديدة ليد ممدودة للجميع نحن نتمنى أن تكون كل الأطراف ممثلة في هذا الحكوم ليحقق العهد إجماع وطني على كافة المستويات باب حزب الله مفتوح أمام الخصوم وسياسته ستكون إيجابية على الرغم من تصعيد تيار المستقبل وهو لا يضع أي مطالب تعجيزية في تأليف الحكومة والعلاقة بحركة أمل ستبقى متينة وما من خلاف في عدد المقاعد الوزارية فعلى الرغم من مسعى جميع الكتل لإنجاز التأليف ترى مصادر حزب الله أن ليس من السهل أن نشهد ولادة الحكومة سريعا رواند أبو خزام قناة الجديد نصر الله في احتفال تكريم الشهيد مصطفى شحادي عون لبين بيع ولبين شرى والثقة بين الحزب عون هي القاعدة الأساس القلأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابا في الاحتفال التكريمي وفاء لسيرة الشهيد الحج مصطفى شحادي استعرض فيه آخر التطورات السياسية بدءا بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وصولا إلى ملف تأليف الحكومة وأوضح نصر الله في الخطاب أن انتخاب عون كان الرد الأوضح على كل الاتهامات التي استهدفت الحزب بالتعطيل وربط ملف الرئاسة بالملفات الإقليمية حكاية أن حزب الله لا يريد يعني إذا كان يريد انتخابات رئاسية فهو لا يريد العماد ميشيل عون رئيسا وهو يكذب على العماد عون ويخدعه ونحن لم نكن في يوم الأيام لا كذابين ولا خدعين لكن في جهة مصرى أنه ظل تقول أنه لا حزب الله ما كان يريد العماد عون وأنه هن حشرون لو احنا على الانتخاب ب31 تشرين الأول بلغة الشارع هايك البسيطة العامية يا حبيبتي ما كنتوا تحشرون من سنتين ونص شانتوا حشرتون هلا المهم بعد 31 تشرين الأول يوم آخر في لبنان ورأى نصر الله أن القاعدة الوحيدة التي التزمها الحزب في دعمه لعونه يثق به وحسب حتى لما التقيت أنا ويابي أول ما تفهمنا على دعم ترشيحه قبل أن نعلم بعدة أشوار ونعشنا بهذا الموضوع هو سألني أنه بالنهاية إذا أنا بدي تفاوض بدي تتناعش بدي التقي مع قيادات سياسية أنتوا حزب الله بتدعمه ترشيحي شو بتكون إياه بالزبط نالوا جنوال نحن نسق بك نحن نسق بك نحن أنت بالنسبة لنا رجل صادق ورجل واضح ورجل شفاف ورجل مستقل أنا ما كنت عم جامله هلأ عم بيحكيهم بالإعلام ما عم جامل حدا رجل مستقل و هذا دائما كنت تحكيه بالمناسبات العماد عون لا يطبع أحدا لا دولة ولا سفارة ولا محور ولا 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 حدا اللي بيتناع فيه هو اللي بيريح ضميره بيعمله الذي يسكن قصر بعبدا هو رجل وقائد وصادق وشجاع ووطني وشخصية مستقلة وشو بدي لكم جبل جبل هذا بالنسبة لنا يعني لا بينشرة ولا بينباع ولا بيبرم ولا بيفتل عنده سوابت وعنده مبادئ يثبت عليها ويمشى عليها هذا بالنسبة لنا اللي كان مطلوب هذا وصلنا له وأشاد نصر الله بالوزير الصابق سليمان فرنجي واصفا إياه بالحليف الشريف وزير الفرنجي آطع الجلسات التي يراد فيها أن ينتخب هو رئيسا الجمهورية وفي ملف تأليف الحكومة قال نصر الله أن الرئيس نبيه بري هو الذي سيتكلم باسم كتلتين وفاء للمقاومة والتنمية والتحرير متمنيا للحكومة أن تؤلف وتنجح نحن نتوجه بالشكر والتقدير لدولة رئيس تمام سلام وحقيقة البلد كان بيحتاج هايك شخصية بهيك مرحلة نحن غدا أو بعد غد كتلة الوفاء المقاومة تلتقي رئيس المكلف ستقول العنوين وستقول له أيضا المعنى بالتفاوض حول الحقائب وتشكيل الحكومة بالنيابة عن حركة أمل وعن حزب الله سويا هو دولة رئيس الأستاذ نبيه بابة ورد نصر الله في خطابه على من رأى أن لا ضرورة لقيام حكومة وحدة وطنية معتبرا ذلك محاولة من البعض للتفرد بحقائب والتصرف بها كما يحلو لهم أهلا من جديد استشارات شعبية في مقابل الاستشارات النيابية من يختار المواطن للوزارات؟ بعد تكليف الرئيس سعد الحاريري بـ 112 صوتا تأليف الحكومة بدأ استشاراته النيابية التي تستمر يومين بغية توزيع الحقائب الوزارية وتزامنا أجرت الجديد ما يشبه جولة استشارات شعبية في ثلاث مناطق في بيروت تختلف في اللون السياسي هي الأشرفية، الطريق الجديدة، والخندق الغميق هذا جواب مضبوط ولا واحد خرج إلا العونية بس في جبران بازيل، هذا عم يشتغل في خليفة كان قبل أبا الدكتور خليفة، كمان هذا مني في سينجابير نرشح وزارة للحكومة الجديدة من جيل الشباب البضات المجلس للنيابة، كل واحد باختصاصه جبران بازيل ما في غير واقل بفعور يعني حتى الواحد يعطي كل الناس حق واقل بفعور بتمنى يكمش وزارة العمل شو بأعرفنا، حيالله هذا أبو صعبو بس تبع التربية، هذا ما نحبه ومنحبه كمان مروين شاربي، روكوز في منهم كتير لازم يتغيروا، روكوز مليح، كتير كويس روكوز جبنا الحكيم وزير المال، صول الله الله يطول عمره وائل أبو فعور خدمنا خدمة للشعب اللبنان اللي عمره 64 سنة بفوت على المستشفى ببلاش ولا ليرا الله حفوت أعمل عملية الأفطاء برشح ليلة صلح إحمادي، قال له يطول عمره مين بترشح؟ زياد برود بالنسبة للوزارة الخارجية، بنتمنى يجي واحد عوجه يعني وجه جديد ويكون مخ مثل الله يرحمه بيرج ميل مين بتحب تشوف من الوزارة بالحكومة الجديدة؟ في الوزير خليفة السابق، إنسان أبا ضاي، الخليل أبا ضاي، أبو فعور قلت لك أبا ضاي زياد برود بتمنى له أكتر من وزارة، يعني عمل لك بتمنى له رئيس الجمهورية يعني وزارة جديدة وجوه جديدة، زينا من القدمين، هلأ كلهم عراسي وعيني منها وزارة المالية برشح مقلو عازي رأيي، بس إنه بعتقد ديارات نادر الحريري أول شي نحنا بدنبارك للشيخ سعد الحريري، هاي أول شغلة تاني شغلة نحنا في عنا الوزير زياد برود، هذا الوزير نحنا بنحبه كتير ما يجيني واحد مثلا، مثل وزارة الشباب والرياضة جاي نعسان، يا خي، مثلا، عنا كفاءات رياضية كتير رفعت اسم لبنان، رضا عنطر، فادي الخطيب مين بتفضل يجي وزير بالحكومة الجديدة؟ يعني بدنا مثل الحاجة أبالين أبالين، يعني بدنا هالعالم الأوادي، من الحجاج الأوادي، من اللي الله ببارك فيهم بدنا نغير العالم، نرطيب العالم، وعصابة كف الأسود، بدنا غيرها ما يجي وزير مثل العالم صراحة، يغيروهم حاجة أبالين أبالين أكيد، وزير تحية خاصة للشهداء اللي لو ما دماؤهم لا بيصير فيه حكومة ولا بيصير فيه رئيس ولا بيصير فيه كل هاي المعمة كلها الرشح لعميد شامل روكز لوزارة الدفاع والياسبو صعب لوزارة التربية نتمنى من رئيس الحكومة سعد الدين الحريري أنه نجيب الوزير الخليفة مرة تانية على وزارة الصحة والرئيس بر، نتمنى تمني خاص لأنه نساعد الفقرة نحن بالنهاية موجودين بمنطقة مقاومة شو بيقول الرئيس بر، والسيد حصر نصر الله بنمشي بهذا الشيء صحيح أن استشارات الحريري اليوم هي مع ممثلي الشعب بصرف النظر عن تمديدهم لأنفسهم مرتين إلا أن رأي الشارع يبقى أكثر وضوحا في كثير من الأحيان نعيم برجاوي، قناة الجديد أوردت الوكالة الوطنية للأعلام أن وفدا روسيا سيصل إلى بيروت خلال الساعة القليلة المقبلة تحضيرا لزيارة مرتقبة لشخصية روسية رفعة المستوى لم يكشف عن اسمها حتى الآن ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتهنئة الرئيس مشال عون بانتخابه رئيسا للجمهورية ولإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن المستجدات في لبنان والمنطقة أبرق رئيس الوزراء الرسيد ميتري مدفيديف إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتهنئته على تكليفه تشكيل الحكومة كما تلقى الحريري اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني للغاية نفسها كذلك هنأت الخارجية الأمريكية الحريري بالقول اليوم اتخذ لبنان خطوة مهمة أخرى لبناء مستقبل أفضل لمواطنيه وأضافت أن الشعب اللبناني يستحق حكومة شاملة تعزز السلام والاستقرار وتعيد الخدمات الأساسية وتواجه التحديات الاقتصادية والأمنية رئيس الجمهورية لعماد ميشيل عون يستعد لاستقبال جمهوره في ساحات قصر بعبدة غدا الأحد ما يعيدنا بالذاكرة إلى عام تسعة وثمانين من على هذه الشرفة أطل ميشيل عون عام تسعة وثمانين على جمهوره يوم ذاك خاطب العماد المتمرد مؤيديه بعبارة يا شعب لبنان العظيم عبارة أضحت مع الوقت ماركة مسجلة باسمه لطالما فعلت وبقيت تفعل فعلها في مؤيديه وتضخ في عروقهم مزيدا من العزم والانتماء اليوم وبعد ستة وعشرين عاما يعود عون إلى الشرفة نفسها لملاقات شعبه العظيم لكن هذه المرة رئيسا لكل لبنان وما بين الأمس واليوم ذكريات أولها ألم وآخرها فرح مسيرة الأحد ببعبدة رح تختصر رح يشاركوا فيها ثلاث أجيال يعني اللي شاركوا بأصر بعبدة سنة التسعة وثمانين اليوم الأجيال الجديدي والشباب وأنا منهم ما كانت ما قدرت تشارك بالتسعة وثمانين والتسعين بمسيرات بعبدة ورح يشوفوا قدامهم كيف أنه الأحلام تتحقق وأحلام الشعب الحرية والسيادة والدولة القوية قادرين انتحققها وفي المرحلة السابقة كانت عم تروي قصة مقاومة شعب ومقاومة جيش بقيادة قائد لا الاحتلال ولا الوصاية وكرمال الحرية والسيادة والاستقلال بوقت العماد عون كان عم بخاطب جميع اللبنانيين ولكن ظروف الحرب فردت عليه أنه يكون محصور بمنطقة جغرافية معينة اليوم عم بخاطب كل اللبنانيين وعم بيقول لهم هاي التحديات اللي حزرتكم منها بالتسعة وثمانين والتسعين اليوم رح نواجه تحدياتها لم ينسى الجنرال شعبه آمن بدوره وبادله الوفاء والفرحة اليوم لا تكتمل إلا بمسيرة أخرى على دروب القصر وشعار المرحلة بيت الشعب وإلى الشعب يعود مسيرة الأحد كلفت التقدير لهذا الشعب للشعب اللبناني اللي وصفه بالعظيم الجنرال عون أنه يوقف كتقدير لو قوفوا حده بكل المراحل الصعبة دفاعا عن حرية لبنان عن سيادة واستقلاله هذه المسيرة هي بدعوة من رئاسة الجمهورية طبعا الطيار الوطني الحر كحزب داعم للرئيس وكان زعيمه رئيس عون هو داعم ومشارك وهي رح تكون فقط بالأعلام اللبنانية ومطلوب ما يكون في أعلام حزبية بهذه المظاهرة في السادس من تشرين الثاني يطل الرئيس ميشيل عون بعدما ترسخت التفاهمات الداخلية ليشكر لشعب لبنان العظيم في مشهد لم يعرفه غيره من سادة بعبدة دارين دعبوس قناة الجديد قاسم شمخة من نجومية كرة القدم إلى وسام الشهادة قاسم علي شمخة أكثر من حمل شارة كابتن الفئات العمرية في نادي العهد في الفترة الأخيرة واليوم أضيف إلى لقبه الكروي لقب شهيد استشهد في المعارك الدائرة في حلب الشهيد شمخة من موليد 96 لعب مع براعم نادي العهد والفئات العمرية وأحرز مع النادي الأصفر كثيرا من الانتصارات والألقاب التي ستبقى دائما في ذاكرة أهله ومحبيه كل هذا لم يكن يعني كثيرا لقاص إذا ما قورنا بدرب الشهادة التي سلكها اليوم تاركا حسرة في قلوب كل من عرفه ما في شك أنه الشهيد آسم كان من المميزين عنه إن كان على صعيد الفن أو على صعيد الحركات اللي بقوم فيها المهضومة الحركات المحبة اللي دائما قائد هو دائما معظم الفرق الفئات اللي خاضها هذه حياته الخاصة كل واحد يتمنى أنه يكون يوصل للطريق اللي وصلها للشهيد آسم وهذه الأمور كان هو ينسقها فيما بين حياته الخاصة وبين اللعب بالنادي آسم عمل شيء عمل شيء كبير لقله ولقلنا بالذات نحنا كلنا منتمنى نعمل مثل آسم بس آسم طلع البطل ونحنا منفتخر فيه هون بالمنطقة كلنا وباللبنان كله منفتخر بآسم شمخة البطل آسم شمخة ما فيه يقول له إلا البطل آسم شمخة في ملاعب كرة القدم كان العشق الطفولي ليرتقي الشهيد شمخة بالعشق الجهادي وهو الذي عرف عنه بكثرة مزاياه الحسنة التي لا يمكن أن تنساه إبراهيم وهبي قناة الجديد بعد الفاصل مقتل أمريكيين في الأردن أهلا من جديد بث الإعلام الحربي مشاهدة مصورة من حي الرواد جنوب غربي حلب تظهر فيها جثث المسلحين وآلياتهم المحترقة إلى ذلك منعت التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى جيش الفتح المنتجرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب منعت المدنيين من المغادرة قبل ساعات من انتهاء المهلة الإنسانية التي أعلنها الجيش السوري بهدف نقل المدنيين والجرحى من الأحياء الشرقية إضافة إلى مغادرة المسلحين عبر المعابر الثمانية التي خصصتها وحدات الجيش السوري بالتنسيق مع الجانب الروسي في الأردن ارتفع عدد القتل الأمريكيين في إطلاق النار الذي وقع في قاعدة جوية جنوبي المملكة إلى ثلاثة عسكريين بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وكان الجيش الأردني قد أكد مقتل مدربين عسكريين أمريكيين وجرح مدرب ثالث وضابط أردني موضحا أن أطلاقا متبادلا للنار وقع صباح الجمعة عند بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في الجفر إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة من دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف وأعلنت السفارة الأمريكية في الأردن أنها تتابع تفاصيل الحادث مع السلطات للوقوف على أسبابه وقد أكد مصدر حكومي أردني لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاعدة تستخدم لتدريبات عسكرية مختلفة وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أمريكيون في المغرب أعلنت وزارة الداخلية أنها فككت خلية مكونة من خمسة عناصر موالية لتنظيم داعش كانت تنشط في مدينة تطوان شمالي البلاد وقالت الوزارة أن التحقيقات الأولية أكدت أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للالتحاق ببؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا قبل أن يقرروا إعلان الجهاد في المغرب تنفيذا لتوجيهات التنظيم وأضافت أن التحريات أظهرت أيضا أن عناصر الخلية كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خطرة في المغرب بعدما قام بعض أفرادها بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حيوية في مدينة تطوان تمهيدا لاستهدافها وأوضحت أن المشتبه فيهم قاموا بتدريبات شبه عسكرية في أحدى الغابات المجاورة لمدينة تطوان من أجل رفع جاهزيتهم القتالية مشيرة إلى أنه سيجري تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء عمليات التحقيق والبحث الجارية معهم بإشراف النيابة العامة المختصة بالعودة إلى الشأن المحلي اللواء عباس إبراهيم يؤكد أن لبنان كان ولا يزال دولة آمنة قتيل وجرح في حريق بمعمل للأخشاب وأخبار أخرى إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن أولوية المرحلة المقبلة هي إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها كلام عون جاء لدى استقبالي وفد سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان في حضور وزير الخارجية جبران باسيل أكدنا على أهمية استمرار استقرار لبنان بعيدا من الصراعات الإقليمية إن تأثير الأزمة السورية على لبنان هو من القضايا وموضع الاهتمام المشترك واتفقنا مع الرئيس على أن نبقى على حوار منتظم معه ومع الرئيس المكلف سعد الحريري لمناقشة سبل الحد من الضغوط على لبنان أعرب لقاء الجمهورية خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشيل السليمان عن ارتياحه إلى معاني إعلان بعبدة في خطاب القسم الذي أكد درورة النائب لبنان عن النيران المشتهلة حوله في المنطقة متمنيا تطبيق إعلان بعبدة كاملا وإقرار قانون انتخابي على قاعدة نسبية وإقرار استراتيجية دفاعية واعتماد اللامركزية الإدارية وإلاء الشباب والمرأة دورا كبيرا في الحياة السياسية وأمل اللقاء أن تتكلل مهمة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بالنجاح بعد نيله شبه إجماع البرلمان اللبناني وحي اللقاء رئاسة مجلس النواب والحكومة برئاسة تمام سلام على دورهما سيادي الذي اعتمد نهج الحوار في إدارة فراغ ما بين العهدين واستقبل الرئيس سليمان الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل أليس شبتيني عبد المطلب حناوي وسجعان قزي كما استقبل السفير الصيني جونج جونج وسفير دولة قطر علي بن حمد المري بعد افتتاح مركز الأمن العام الجديد في بعبدة خص اللواء عباس إبراهيم قناة الجديد بمقابلة تناول فيها الأوضاع الأمنية في ظل كل التطورات السياسية الحاصلة في البلاد أنا سبق وقلت أن الأمن بلغ غطى سياسي وبلغ اكتمال دورة دستورية في البلد واكتمال المؤسسات كلها بظل الأمن ناقص أساس الأمن هو أمن سياسي في البلد خلية وورا خلية عم تنكمش بعد فيه خطر من داعش على البلد الخطر قائم بكل لحظة إنه نحن عم نقوم بوجباتنا ونقدر نطمن الناس إنه نحن عم نقوم بوجباتنا معقول نشوفك وزير بالحكومة المقبلة لا أبدا أمام الوفود الشعبية التي زارته أمل الوزير السابق فيسل كرامي أن يجري تأليف الحكومة في أسرع وقت مطالبا بحصة وازنة لترابلس نبارك للرئيس سعد الحريري هذا التكليف نحن نأمل ونطالب بأن يكون هناك حصة وازنة لمدينة ترابلس لما تمثله على الصعيد الوطني والصعيد الشعبي أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اعتماد خدمة البريد السريع لمن يرغب من المواطنين في نقل طلبات جوازات السفر اللبنانية من لبنان وإليه صار في عنا هالخدمة يلي هي اختيارية للمنتشرين اللبنانيين يلي بيرغبوا أنه يأمنوا باسبورهم بسرعة ما بتزيد عن 12 يوم مقابل شهرين بالخدمة العادية أنه يكون عندهم هالخدمة هيدا بكلفة مقبولة طبعا جاية بسياء كامل أنه نقدر نوصل للباسبور البيومتري يلي هو صار اليوم متوفر إنما علينا نوفرهم بالمستقبل الأريب بالخارج توفي عامل مصري وأصيب ثمانية أشخاص نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في معمل مؤلف من خمس طبقات لتصنيع الألواح الخشبية في حي زعيترية بمنطقة الفنار قضاء المتن وقد هرعت إلى المكان سيرات الدفاع المدني التي عمل عناصرها طوال خمس ساعات لتطويق وإخماد الحريق الذي نشبا قرابة الواحد ظهرا واستمر لغاية الخامسة بعد الظهر وقد تولى الصليب الأحمر سحب جثة العامل المصري ونقل الجرحى إلى مستشفيات ماريوسف والأرز والبطار المجاورة لمكان الحريق والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع النهار التي عنونت لهذا اليوم ولادة سريعة للحكومة الأولى للعهد أيضا في النهار القوات العراقية حررت أجزاء واسعة من الساحل الأيسر للموصل ننتقل إلى عنوين السفير نصر الله للحريري لا توفرنا لتسهيل ولادة حكومتك أيضا في السفير المصريون نحو مزيد من التقشف في عنوين الأخبار نصر الله للعونيين لا تشارك في الحكومة بلا حركة أمل بري للحريري حذاري مخطط جعجع ساجينة بتهمة أم في عنوين الأنوار عون متمسك بتطبيق القوانين والحريري متفائل بسير الاستشارات قتيل باحتراقي معمل في الفنار في الديار لهذا اليوم نصر الله عون شبل ونحن أمام فرصة لمواجهة الأمواج المتلاطمة حولنا عون مستعجل لتشكيل الحكومة وسعد يؤيد لكنه صعب قبل الاستقلال المودة عادت بين بر والحريري والدول تنظر وتراقب عمل الحكومة القادمة نحن مع المؤسس وبعث النهضة فقط ننتقل إلى المستقبل عون نحو سياسة خارجية واحدة وبر يشيد بإيجابية الخلوة مع الحريري استشارات الوفاق إجماع على التسريع واغتنام اللحظة إلى البناء التي عنوانت في هذا اليوم جبهة ساخنة في حلب ومشاريع لليمن واحتدام التنافس الرئاسي الأمريكي نصر الله يرسم ثوابته الحكومية بري ممر إلزمي وثقة بعون ثلث ضامن فرنجي وإرسلان وكرامي لحكومة الثلاثين والتمثيل الحزبي على الطاولة في اللواء لهذا اليوم الحقائب السيادية تفتح شهية الكتل والتأليف يسابق الوقت الحريري إلى بعبد بعد انتهاء الاستشارات ونصر الله يفود بري ويطالب تكتل الإصلاح بالوفاء له ننتقل إلى البلد التي جاء فيها زخم ديبلوماسي للعهد الجديد ونصر الله يفوض بري حكوميا أيضا في البلد هدنة مخروقة في حلب وموسكو وواشنطن واهمة استعادة ست بلدات شرقي الموصل إلى الجمهورية التأليف في مواجهة مطالب كبيرة الحريري وخريطة الطريق إلى الشراكة إلى صحيفة الحياة التي عنونت في هذا اليوم الجيش يسيطر على ستة أحياء ومسلح داعش يقتلون المئات ويجندون الأطفال حرب شوارع وتفخيخ جسور داخل الموصل أيضا في الحياة مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن فشل الهدنة وحلب تستعد للمعركة الكبرى ونختم مع الشرق الأوسط التي عنونت النظام الإيراني يعترف الحرس يسلح الحوثيين ترقب في مصر بعد رفع أسعار الوقود والأصعب لم يأتي بعد والآن نتذكير بأبرز عنوين النشرة الشراع يرمي بفاطمة حمزة في السجن بتهمة الأمومة سمحت الشيخ حضرتك ضميرك مرتاح تجاه هذا الحكم بالنسبة لك حكم شرعي وفق لأني صلاحيات يعني يمكن أنا نفسيا لعني تعاطف تاني لبناني يقتروا زوجته وأبنه في فلوريدا عالم قلبي على بلطة وما معرفش بني داري بنتي عم تتقوص وعم تبوت وقبل الشب الحلو نصر الله يمدح عون وفرنجية ويفوض بري المعنى بحب نحن نستعدين إذا ما بحب هو مشكلته مش مشكلة ختم نشرتنا الصباحية لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.eljdeed.tv على الفيسبوك الجديد وعلى تويتر الجديد النيوز إلى اللقاء عند العاشرة والنصف